وزقون الجرقى من جديد كان مع الأشخاص اللي حولينا بالشوارع مع الجيران بتفاصيل كثيرة وأيضا إدارتها في البيت مع الأبناء ومع العيلة كل هاي التفاصيل رح تكون من خلال الدكتور عاصم بكار العجر من صباح الخير دكتور أسعد الله صباحكم جميعا وصباح الوطن الجميل بمناسبة قدوم الزائر الأبيض علينا فكل عام وأنتم بخير جميعكم وجميع العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وانت بخير يعني دكتور من الجميل في المنخفضات الكبيرة التلجية والإنجماد اللي بصير أنه بتكون فرصة للأسرة إنها تجتمع مع بعض في الأيام العادية بيكون ممكن الأب عندهم شغلات الأم عندها التزامات في البيت أو خارج البيت الأبناء برضو بيكونوا على مقاعد الدراسة أو برضو عندهم التزامات أخرى نادر ما تجتمع الأسرة يعني هو اجتماع قصري بس جميل اه اجتماع قصري فممكن يكون فرصة للأسرة إنها تفتح موضوع حواري بينهم وبين بعض ممكن يسمعوا بعض ممكن يتعرفوا على جوانب أخرى في بعض بشكل أكبر وأوسع فقدم ممكن إحنا نستثمر فرصة وجود منخفض في إنه العيلة تتجمع إن كان على صفرة على أكلة على الدفع على الهم واحد بكون طبعا جميع المواطني الأردنيين الآن يقضوا العطلة بمناسبة قدوم الثلج علينا جميعا ونحن في الأسرة نصبح وحدة متكاملة نتيجة لقدوم هذا الزائر الجميل فهو فرصة لالتقاء جميع أفراد الأسرة وخاصة أنه معظم أفراد الأسرة يعيشوا في العمل الرسمي وضغوط العمل مما يدفع الناس أثناء وجود استثمار هذه العطلة بمعرفة همومنا ومشاكلنا كأفراد في الأسرة أيضا زيادة التقارب بيننا كأباء وأبناء معرفة همومنا ومشاكلنا وأيضا فرصة أن نتواصل أكثر خاصة أن العمل يأخذ وقت كبير مننا كأفراد في الأسرة في مجتمعنا الأردني يعني دكتور عاصم شو بتنصح كل الأشخاص إذا بنا نحكي هلأ مبدئيا عن العائلة والتجمع الأسر الجميل في ظل هذه الظروف شو بتنصحهم يعملوا يعني بلا شك ممكن تصير شوي الضغوط لأنه في ناس انحشرت في ناس مثلا مش متعودة تقعد بالبيت خاصة يمكن الرجال ممكن يعني شو بتنصحهم حتى فعلا يستغلوا هذا الوقت بدون نكد بدون تفاصيل ممكن تكون سيئة أو سلبية يستغلوا بنواحي إيجابية ويعرفوا أنه قديش هو هذا وقت ثمين مهم هناك يعني أساليب كثيرة ممكن أن نستخدمها كآباء وكأمهات مع أبنائنا أول خطوة هو أنه فرصة أن نجلس مع بعض ونتحاور كأسرة وهذا أول هدف من الأهداف اللي ممكن يسعو إلى الأباء معرفة مشاكلنا والهموم اللي إحنا ممكن أن نكون فيها كأسرة بالإضافة لذلك أنه فرصة أيضا أننا كأسرة أن نروح عن أنفسنا بمعرفة الهموم اللي إحنا ممكن نعيشها داخل هاي الأسرة وبالإضافة إلى ذلك أنه إحنا كأفراد أسرة أن نشعر أننا قريبين من بعضنا البعض لأنها فرصة أنه يكون فيه نوع من التواصل اللي إحنا نعيشه داخل طار هاي الأسرة يعني يمكن فيه تعليق نسرين هيك بسيط مع الدكتور يعني حتى فيه ألعاب جماعية للعائلة ممكن أنه الواحد إحنا التهينا بالموبايلات وبالإنترنت وبالتلفزيون يمكن هاي مراتب تلقى في وقت التلجة صحيح يمكن فيه خلنا نقول يمكن ألعاب ألعاب غير إلكترونية يعني وهذا يمكن كان عنوان مقالة للدكتور صبر ربيحات اليوم في جريدة الغد الألعاب غير الإلكترونية صحيح يعني فرصة للأسر أنه تلعب ألعاب جماعية زي الشدة زي لعبة حاكم جلاد فيه ألعاب جدا جميلة وحتى إحنا عأيامنا وعأيام الجيل اللي قابلينا بالضبط كانت موجودة ألعاب تفاعلية بتكون بتفاعلوا فيها الأسرة مع بعض مش بنعزلوا كل واحد معه جهاز آيباد ولا جهاز تابلت ولا هواتف ذكية وما استفدناش إشي من جمعتنا مع بعض حلو أننا نستغل كمان هاي الوضع لإزاحة المسافات بيننا وبينك أفراد الأسرة لأنه احنا لاحظنا في مجتمعنا المعاصر أنه بدأت الناس تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة وسائل الاتصال مما صار فيه مسافات بين أفراد الأسرة لكن بوجود ربما هاي الفرصة السانحة للتقاء أنه يصير في نوع من التقارب بيننا كأفراد الأسرة ونشعر بنوع من الجسور العاطفية القريبة بيننا وبين لأنه أصبح نوع من الفراغ العاطفي أحيانا بين أفراد الأسرة تجد أنه في بعض الأبناء يعيشوا في عزلة باستخدام الفيسبوك واستخدام العالم الآخر لكن الآن نستطيع أن نستثمر هذا الوقت بأن نقترب من بعضنا البعض أكثر ويصير فيه نوع من الألفة والمودة بين بعضنا البعض هاي من محاسن انقطاع الكهرباء لأن الكهرباء تنقطع ما منشحن الآيباد ما منشحن التابلت خلص خلص شحنه نتعرف على العيلي نتعرف أكثر طيب فيه ظاهرة طبعا كانت لافتة جدا في قبل المنخفات بس بلشنا نسمع الأخبار عن العاصفة أو المنخفات الجوي هدى الناس صارت بيعني شو بدي أسميها مش متدافعة فيه كلمة يمكن أكبر منقدر نوصف فيها متشفر بشكل مش مسبوق يعني مرات كنا نشوف مرة الأزمة قبل العيد بس برضو ما كانتش بهاي الطريقة أو قبل رمضان مثلا بيكون فيه أزمات فيه أوقات معينة بالأسواق بس الطريقة اللي كانت اليوم اللي مرأوا مبارح أول مبارح واليوم وقبليها بيومين يعني وهلا رح نشوف صور إحنا مولات بالكامل الرسوز بالكامل فاضية معقول يعني هذا طبيعي دكتور يعني شو كيف بتحلله هل هو خوف الناس من البرد الانقطاع والانحباس مثلا لعدة أيام خوف الناس أحيانا يعني هو خوف طبيعي الإنسان أنه خاف على حياته بسعى أنه يؤمن احتياجاته لكن بعض الناس يتصرف بلاعقلانية بمعنى أنه يجب أن يكون هناك منطق في الحصول على الاحتياجات اللي يحتاجها الأسرة وأنه يكون الإنسان في عنده نوع من الترشيد في الاستهلاك اللي يلوحظ على تصرفات كثير من المواطنين أنه قاموا بالتهافث على الأسواق بصورة كبيرة جدا لتلبية احتياجاتهم على الرغم أنه نحن كمواطنين أردنيين يجب أن نتعلم من المرات السابقة التي مرت على الأردن خاصة أنه جميع الخدمات كانت متوفرة جميع الاحتياجات الطرق على الرغم من تساقط الثلج في العام السابق إلا أنه كانت الطرق سالكة كان بإمكان الإنسان أن يصل إلى تلبية احتياجاته بسهولة فلا داعي للتهافث حول الأسواق يجب على الإنسان أن يأخذ ما يلزم من احتياجاته التي تلزم للأسرة ولا داعي إلى أن يكدس لأن هذا التكديد سيؤدي في النهاية إلى خسارة تصيب دخل الأسرة ويكون لها أشياء سلبية كثيرة على الأفراد في المجتمع دكتور حكيت كلمة جوهرية أنه إحنا ما في داعي أنه نصرف حتى استهلاك الأشياء اللي ممكن أن نشتريها لأنه حتى إحنا يعني يمكن معنا كمان شوي إذا وصل بالسلامة حتى عن السمنة وعن سوق التغذية اللي ممكن يصير بالحالات مثل المنخفضات الجوية ويمكن قبل شوي تحت الهواء كنا نحكي أنه حتى الخبز اللي هو السلعة الأساسية لكثير من الأشخاص أو لكل الأشخاص وبما فيهم جو الدخل المحدود ما رح يلاقوا خبز يعني أنه إحنا لما نتهافت بهذه الطريقة كثير بيكون إشي ممكن يأثر سلبا على أشخاص تانين فنصاحك في هذا الموضوع دكتور حول خلنا نقول السلع وحاول التعامل مع الأزمة بشكل عام خارج بيوتنا وداخل بيوتنا يعني أنا أنصح أنه جميع الأفراد في المجتمع أنه الإنسان يقتصر على الحاجات الأساسية اللي تلزمه دون أن يكون هناك تهافت كبير على الأسواق لأنه فيه سلبيات كثيرة ممكن تعود عليك شخص أولا أنه إحنا ممكن لما نتزاحم ممكن أدي لحوادث السير ممكن أن يصير فيه مشاكل نتيجة التزاحم على هذه المؤسسات حتى ناس بتعاوش وكانوا مبارك فيه أيضا ممكن أن يكون التزاحم نتيجته أيضا ارتفاع الأسعار ربما بعض التجار مثل ما تفضلت الزميلة أنه قبل قليل أنه يؤدي إلى استغلال نتيجة العرض والطلب والطلب المتزايد على هذه السلعة فأنا أنصح أنه الإنسان أن يكون إنسان عقلاني يستخدم الحاجات الأساسية لأنه إحنا في لاحظين أنه في مجتمع العرض نوع من التكامل الكبير المؤسسات مفتوحة أبوابها لساعات طويلة من الليل جميع الخدمات متوفرة للمواطنين فلذلك لا يخافوا وإحنا مرينا في التجربة السابقة عندما حدثت الثلج عننا كانت الطرق مؤمنة والمواصلات وجميع الخدمات متوفرة إن شاء الله فلذلك لا داعي أنه إحنا يصيبنا هوس الاستهلاكي لأن هذا الهوس يعود أيضا على خسارة على نفقات الأسرة ودخل الأسرة صحيحين أنا بتخيل حجم الإنفاق للأسر صرفته في اليومين أو الثلاثة أيام هدول يمكن عن شهر عن شهر لأدام إحنا مع طبعا أنه ناس تحتاط أكيد لازم تحتاط ويكون عندها مثلا جرات غاز احتياط زيادة خبز زيادة أكل زيادة بس مش لشهر يعني ليومين ثلاثة لأسبوع مثلا يعني في ناس اشترت يعني مبارح المهندس حسين المومني بنصبح عليه بالخير كان عم بقولي أنا رايحة مخبز لقيت قدامي واحد شاري إله خمسة كيلو خبز إله لحق عفواً خمسة عشر كيلو خبز يعني خمسة معقول خمسة عشر كيلو خبز لأشخص لخمسة وعشرين مليون الخبز لنباع لخمسة وعشرين مليون بني آدم يعني أحكي 40 مليون رقيف خبز بالزبط خلال الثلاثة الأيام الأولى حتى أنه يحكوا أنه 30% من الاستهلاك الطبيعي للمواد الغذائي أكثر من 30% نسبة الاستهلاك وهذا شيء يعني عالي جدا يعني يمكن يرهق الأسرة بعد مرور هذه الزائر الأبيض علينا ممكن يرهق الأسرة نتيجة لأنه ممكن أنت حصلت على أشياء ممكن ما بتحتاجها الأسرة ممكن حصلت على مواد قابلة للإتلاف فهذا يعني خسارة على الأسرة فلذلك يجب أن نتعامل بحكمة وإحنا كمان نحكي دائما أنه مجتمعنا الأردني ومجتمع ما زال فيه المودة والمحبة والخير وحتى لما يأتي الزائر الأبيض علينا ما زلنا فيه وحدة متكاملة ونعيش كأسرة حتى إذا أنت ما نوجد عندك في أسرتك في جارك في نوع من التكافل الاجتماعي اللي يصير بينك أفراد داخل المجتمع فإن يجب أن نصحهم أنه لا يخافوا كثير الزائر الأبيض هو خير إن شاء الله علينا يعوم بخير ومطر وسنة زراعية إن شاء الله جميلة في مناسبة السنة الجديدة إن شاء الله إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع وإحنا يعني بنهاية اللقاء بنشكر وجودك معنا وأهلا وسهلا فيك نورتنا شكرا لكم شكر موصول أيضا لكم أيضا تسلم شكرا دكتور عاصم بكر العجار من أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية شكرا لكم شكرا لكم جميعا